علي العلي يقول طفل ماتت أمة ساعت ولادته ربته جدته لأبيه التي ماتت بعد بلوغ رشته يريد أن يبعث لأمه وجدته بحجتين فبأيته ما يبدأ يبدأ بالأم أو يبدأ بالجدة والله يا أخي أنت مخير ليس في ذلك تفضيل أمك أمك وجدتك جدتك وأنت مخير أمك حملتك وجدتك أرضعتك أمك حملتك فوضعتك فماتت جدتك أرضعتك وربتك وماتت فأنت مخير أيهما تبدأ فجزاك الله خيرا وإهداك الحجة لثنتين أو الحجتين لثنتين بر منك وفاء وأسأل الله أن لا يحرمك أجره أخيرا أيها الإخوة نختم بهذا السؤال من فهد الصالح يسأل يقول عن مدى صحة الحديث كرفقه بالرسالة وهذا الحديث طويل ولكنه مليء بالأربعينات ألف ألف أربعينات ألف ألف معنى هذا الحديث أن من كلف بأذان مسجد فله ثواب أربعين ألف ألف نبي وأربعين ألف ألف صديق وأربعين ألف ألف شهيد شهيد ويشفع لمثل أربعين ألف ألف من كل أمة ووالى آخره ثم يقول ما دور وهو له كذا أربعين ألف ألف مدينة وفي كل مدينة أربعين ألف ألف قصر وفي كل قصر أربعين ألف ألف غرفة وعلى هذا المدار هذا الحديث لذي سامعة والحديث منين سامعة ما أدري الحديث مكتوب مطبوع من من ما أدري على كل حال أقول للأخ فهد إن هذا الحديث من وضع القصاصين وليس هو من كلام سيد المرسلين أولا إن عبارات ركيكة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وكلام الرسول تظهر عليها أنوار النبوة يفهمها كل من في قلبه ذرة من إيمان مثلا حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والآئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين اللهم سجد الآئمة ما قولك بهذا الكلام لذيذ لذيذ على الإذن نعم المؤذنون أمناء لأنهم أمناء على الوقت لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة مقيدة بوقت كتابة موقوتة فالمؤذن يجب أن يكون أمين على الوقت يحافظ على الوقت حتى لا يغش الناس المؤذن أمين على الفجر لأن الفجر فيه صيام فإذا أذن بعد الوقت خان المؤذن أمين على العصر واضيق وقت هو وقت العصر والعصر فيه وقت ضرورة فإذا خان الأمانة خان الناس وكان كذاب والخائن منافق فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الأئمة المؤذنون أمناء ثم الأئمة ضمناء ضمناء لأنه إمام والمؤموم يعتمد على الإمام في صلاته فيجب على الإمام أن يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننيها كاملة مكملة فيتحمل الإمام كل خطأ ترجمة نانسي قنع